ايه شو هذا يا سيسو عدد المتابعين تلاتة واربعين الف طب اكما قال عندك يا سيسو تمانية وستين يا سيسو ماشي يا بسوس ماشي يا بسوس طب يا سيسو قديش الزيارتك اقليل يا سيسو الزيارتك ايه خمسة وعشرين مليون زيارة كلهم على بعضهم ماشي يا سيسو سيسو ايشو القصة بالزبط ايش الحلقة اللي بدك تدينيها اليوم سيسو احنا لازم نفهم كل اشي اصدقائي انا اليوم بدي افهمكم موضوع بسيط كتكوت صغير مصمسم نونة زي سيسو كيف تعرف مقالك صار رائج او لا هل مقالك بالفعل اخذ المرتبة الاولى يا تريسي سيسو شو هي الامكانيات الممكن استفيد منها على اساس احدد هالشيئ هاد طبعا اصدقائي انا بدي تركيز في الحلقة هادي شوي تمام اللي بده اواصطه اليك انت بعد ما تكتب المقال تبعك ايش اصبح في مقالك وينزل مقالك في جوجل بالزبط تمام طبعا هذا هو اللي بده نفهمه هنستخدم عدة مواقع اتمنى منكم تركيز واتمنى منكم تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينز طبعا اصدقائي ان شاء الله سيسو اليوم بدي يتكلم وبده يعصب وبده ينيل المهم انه بدي يدي معلومة حلوة تمام بدنا نركز اليوم ونفهم قصة المواقع كيف مقالك بتصدر في جوجل هل المقال اللي انت تعبت فيه وتعزبت وصارت معك جصص صار المرتبة الاولى في جوجل بالفعل طب هل المرة اخد المرتبة التانية طب لا لا يا طرى التالتة لا يا طرى مية يا سيسو طب انا كيبدأ حدد القيمة هادي بالفعل اصدقائي بدي تركيزه خلايا مخ وبدي انت كمان يا هاني ما تصحصحي نونا عشان ما انا خلاص ما بديش ورده اعصب مااش عارف يعني انا لازم اعصب في بعض الاوقات فعشان اتصحصحي بس بص الله يا معلم طبعا زي ما انتو شايفين اصدقائي بدي اجي وبدأ ادخل على الموقع هاد تمام اظن معروف بالنسبة لكم موقع هاد وانا شرحته من قبل سيو بيليتي عالم السيوفي تمام خليني انزل نونا لتحت لو انت لاحظت صديق العزيز في عندك اداهان تمام الاداة هذه يا سيد العزيز اسمها ranking checker طبعا انت هم بامكانك تعمل لبيدك اياه تعرف المقال تبعك هل هو متصدر ولا لا يعني لو اجيت انا هنا تمام خليني مثلا لسيد العزيز اكتب شرح اداة شرح اداة general rank بالشكل هاد تمام طبعا انت فيك تحط رابط ال domain وفيك ما تحطوش انت حابب تحطو خد اسيس وحطو وهنا بقول لك حدد الدولة يا سيد العزيز طبعا في عندك دول العالم كله زي المانيا تمام زي كويت زي الامرات زي اغلب الدول اللاجنبية طبعا احنا بدنا جوجل ما بدناش حد تاني وهنا بقول لك سطح مكتب او هاتف طبعا هنا بقولي location انا لغيتها خلينا اقوله check website بالشكل هاد لو انت لحظت صديق العزيز قديش السيد العزيز جايا معي المرتبة الاولى في المقال هاد تمام لو انت لحظت هنا بقولك المقالات التانية برضو متصدر زي ابو ملك مثلا تمام في مقالات تانية هنا كتير ممتازة طبعا اصدقائي هو بيعرضك في حدود حوالي 100 مقال تخيل اكم مقال مكتوب عن الاداة لحالها بس طبعا انا فيه الي شرحات عنها باذن الله تعالى لكن اللي بدأ اوسطه انه انت هيك بتكتر تحدد المقال تبعك واخر 100 مقال كمان والمقال اللي بياخد rank 1 بيدلك اذا كنت ضايف رابط موقعك بقولك قيمته قديش يعني اذا كان مثلا جاي في المرتبة الرابعة هان رح يكتب لك rank 4 تمام على سيستم هذا اصدقائي طيب تمام عام ابو السوس ابو السوس نفترض انه الاداة هذه مدفوعة وهي بالفعل مدفوعة طبعا انت ما اسموح لك بس 5 مرات تستخدمها لكن الغاية الاساسية من استخدامها مش بس انه نعرف جماعة الكلمة المفتاحية المسيطرة فيها فيك كمان انت يا سيد العزيز تبحث لو عن كلمة واحدة مثلا تمام مش عن جملة وتصير تلاقي المقالات اللي كويسة ومن خلالهم يا صديق العزيز انت تستفيد تكتب محتوى طب نفترض انه الاداة هذه يا سيد العزيز مش متوفر عندك شو بدك تسوي في الحالة هذه طبعا يا اصدقائي بدنا نستغل موقع صمسم نونا تاني سيسو بده يشغل مخو يجيب المواقع التانية طيب اتفضل يا عم ابو السوس بصل يا معلم يا الله يا سيسو طب ما انت شرعت هذا الكلام يا سيسو من قبل لا ايش بتعيده تاني اهدى نونا قلتلك كمان انت اهدى نونا ما بديش اعصب انا اسمعي الكلام للنهاية عشان في صورة بده اوصلها اليك عشان الزيارة انت تشوفتيهم في اول المدونة مشغلات او شغالين فيهم بالعقل ماشي ماشي يا عم سيسو اتفضل يا سيسو اشرب شفطة جهوة وكمل حاضر وطبعا اصدقائي زي ما انتم لاحظين كمان هذا الموقع انا نفس السيستم بدي استغله زيان بدي ايجي وبيدي اضيف رابط الموقع هان وبيدي اضيف يا سيد العزيز كلمة مفتحية هان وبيدي ايجي يا سيد العزيز اعمل عملية الهولف بحس عن الكلمة المفتحية اشوف قديش متصدرة هي فلو انتو لاحظتوا اصدقائي تمام انا ضفت الرابط وضفت كلمة هي هي وبيدي ايجي اضغط على كلمة فند لو اكتشف يا سيد العزيز تمام تركز منؤنونة معي لو انت لحظت مباشرة اقال للكلمة هادي انت مسيطر فيها في الموقع هاد رانك ون هيك انا تمام خلاص الله يعطيك الف الف عافية شكرا اليك يا معلمي هيك اعرفنا برضو المقال وين موجود بالزبط طيب تمام ابسوس طبعا بالنسبة لهذا الموقع زي ما انتو شايفين اصدقائي تمام انا بدي ايجي بدي اضغط على المت الزائد اللي انتو شايفينها هادي اللي تحت تمام خلينا اكبر الشاشة بالشكل هاد لو انتو لاحظتوا ضغطت على اخر وحدة تمام وبدي اضغط على كلمة رانك اتشكر بالشكل هاد طيب يا سيسو حنسمعي كلام للنهاية لو انت لحظت صديق العزيز هام بقولك لو سمحت يا سيسو ضيف رابط موقعك بالشكل هاد واضغط على كلمة تشيك مباشرة تمام لو انتو لاحظت اصدقائي هو بيعمل عملية بحس مباشرة طلع علي الكلمات اللي انا ماسك فيها نونا لو انتو لاحظت صديق العزيز في عندي مدونات بلوجر جاهزة مدونات مقالات جاهزة مواضيع كذا كذا تمام فلو انتو لاحظت راح تطلع كل المقالات اللي ماسكة معك وقدش قوة كل مقال وقدش حتى السي بي سي تمام اصدقائي الموقع هذا برضو كتير حلو ومجاني مجاني تماما فيك انتو تستغله انا متأكد انو راح ينفعك طيب ممتاز طب سيسو انا كي بدأ استغله هذا هالوقت انت يا سيد العزيز لو بدك تنافس اي محتوى في الدنيا تمام فيك تشوف الرابط طبعا الموقع اللي انت بدك تنافسه تمام وتاخده وضيفه هان وتشوف الكلمات او المقالات اللي ماسكة معه تمام وتبدأ تبحث عنها يا سيد العزيز على اساس تقدر تستغلها بالفعل اصدقائي الشغلة اظنة واضحة ما بدها الصنعة يعني طيب ماشي يا بسوس وصلت الاية هادي في الموقع هات شكرا اليك عم سيسو شو اللي بعد يا سيسو بصلي يا معلم طبعا زيما انتو شيفين اصدقائي تمام هذا الموقع بسيط هيك مصمس منونا وظيفة هذا الموقع انه يعني يوجد لك الباك لينك يشوف لك قديش موجود عندك انت باك لينك تمام في الدومين تبعك ايا كانت سواء بلوك سبوت او دومين انت شري طيب تمام ابسوس كيف السيستم بده يكون طبعا كل قسطك بتك تيجي وضيف رابط الموقع هام بالشكل هات طبعا لو انتو لاحظتوا اصدقائي هاي الموقع اللي انا ما اخذ منها باك لينك بالنسبة للموقع الاصلي تمام هاي هي الموقع مثلا على افترات طيب ممتاز هيك وصلنا الصورة هادي الله يعطيه الف الف عافية بالنسبة للموقع هات شوفي تاني ياسيسو بصلي يا معلم طبعا زيما انتو شايفين اصدقائي بالنسبة للموقع هات برضو موقع مجاني الف المية مش بس مية في المية هام برضو بده تضيف رابط موقعك خلينا نضيف رابط الموقع جماعة زي ما انتم لاحظين بسم الله تماما اصدقائي بعد ما ضفت رابط الموقع انا بامكاني ابحث في جوجل اشوف المكان المناسب او الاستهداف وين بدي يكون وبقيا اما بحدد سطح مكتب يا اما هاتف زي ما انتو شايفين تمام ممتاز وهانا بضيف كلمة مفتاحية لا حد خمسة زي ما بقول لك وطبعا يا جماعة بقول لك يا سيد العزيز لو انت حابب تضيف الدومان اتش تتب بي اس تمام فيك تضيفه ممتاز خلينا نضغط على الكباتشا بالشكل هات تمام ونقول لها يا سيد العزيز تشيك كي وورد رانكينج شوف لي يا سيد العزيز الكلمة هاتي وين بالزبط طبعا زي ما انتم شايفين اصدقائي بالنسبة لموقع جوكر هو الماخد المرتبة والمقال تبعه او الكلمة المفتاحية الممسوكة تمام موجودة في المقال هات ممتاز بسوس هيك يا جماعة انا بكون حددت وين موجود بالزبط اصدقاء قناة جو دو وينز طبعا الفكرة من اللخمة هاتي البسيطة تمام انه انت تفهم هل مقالك بالفعل تصدر ولا لا وفي نفس الوقت انا ذكرت السيو تشيك في الاول تمام على اساس قاسة انه انت تشوف المقالات المتصدرة في اي كلمة انت بدك تستهدفها زين وفي نفس الوقت المواقع التانية تراح تحدد بالفعل اذا انت نجحت او لا فتخيل معي انت لما يكون عندك كم المواقع هاتي وتستغلها بشكل صح تفهم انت وين موجود في جوجل هل بالفعل طلع بيدك انه تنجحوا مثلا وتكون في المرتبة الاولى او التانية او العاشرة ولا لا اذا ما نجحتش يطرى شو هي الاسباب يطرى الباك لينك من وين حصلوا عليها دون الناس لا يصلوا للمرتبة الاولى وفي نفس الوقت كيف كتبوا المقال طبيعة المقال كيف كانت داخل المدونة تبعتهم تمام لو انت ربطت بين الافكار هذه انا واثق مليون في المية انت حتستفيدوا حتكون في المرتبة الاولى كمان اصدقاء قناة جودتوينز حاولوا تشغلوا خلايا المخ والعصبنات اتمنى يا هانم منك هالاشي هاد طبعا الله يعطيكو الف الف عافية وكل شكر والسلام عليكم